اشتركوا في القناة ووجه مباشرة للمراكز الصحية التابعة لسكنهم بالمنطلق اهتمام مملكة البحرين بتوفير افضل واحدث طرق العلاج للمواطنين والمقيمين دابت وزارة الصحة على متابعة ما وصل اليه العلم مؤخرا فيما يتعلق بمستجدات فيروس كورونا حتى تعلن مؤخرا عن توفير دفعة من تطعيم فيزر بيونتيك المطور والمضاد لفيروس كورونا والمتحورات الجديدة منه في مراكز الرعاية الصحية الاولية يتوفر حاليا لقاح فيزر بيونتيك المطور الذي يحتوي على فيروس الفيروسات العادية من الكوفيد وايضا يغطي الفيروس المتحور وهو بي اي فور و بي اي فايف ولذلك ننصح جميع من تلقى اللقاحات السابقة سواء كانت الجرعات الاساسية الجرع الأولى والثانية والجرعات المنشطة واستوفى الاشتراطات لأخذ الجرع المنشطة الثانية بالتوجه لأخذ هذا اللقاح لتوفير الحماية فلتعزيز المناعة وللحصول على مناعة ضد الفيروس المتحور ننصح بأخذ هذا اللقاح في هذا الوقت مع التأكيد على أهمية التطعيم نحب أن نؤكد على أهمية الإجراءات الوقائية الأخرى كغسل يدين باستمرار التباعد الاجتماعي خصوصا في حال وجود أعراض إلى الالتهابات التنفسية وأخيرا نؤكد على أهمية أخذ تطعيم الإفلونزا مع تطعيم الكورونا وزارة الصحة أعلنت عدم الحاجة للتسجيل الإلكتروني لحجز الموعد مسبقا وأن تطعيم فايزر بيونتيك المطور سيكون متاحا كجرعة منشطة للفئة العمرية من 12 عاما فما فوق نحن نشجع الأفراد أن تأخذ هذه التطعيمات من عمر 12 سنة فما فوق وأهم شيء يكون من آخر تطعيمة منشطة أو التطعيمات العادية أخذت 9 شهور أو أنه إذا كان من الفئات الأكثر عرضة للخطر يكون ماخذ 6 شهور من هذه الفئات العرضة للخطر هي الأصحاب الأمراض المزمنة السكر اللي عندهم أمراض ربو الأجهزة التنفسية السيكلر اللي مناعتهم ضعيفة اللي عندهم بعيد الشرع عندكم أمراض السرطان نحن على أهب الاستعداد في المراكز الصحية لتسجيل مرضى لأخذ التطعيمات وقاية من الكورونا التطعيم الذي تم الإعلان عنه سيسهم في توفير الحماية ضد الفيروس وتحوراته حيث دعت وزارة الصحة المواطنين والمقيمين إلى البدء في أخذ التطعيم بهدف الحفاظ على صحتهم وسلامتهم ورفع منحن المناعة لدى الجسم من خلال التطعيمات المختلفة